لم تمضي أيام على تغيير اسم شارع الزبير في صنعاء حتى أقدمت ميليشي الحوثي على تغيير اسم مدرسة حكومية في سياق سعيها لفرض هوية ذات صبغة ضائفية بمسميات دخيلة لم يسمع بها اليمنيون أرادت فرضها بالقوة لكنها فشلت ولا يعرف السكان التعامل إلا بالمسميات التي اعتادوا عليها منذ زمن بعيد مؤخرا أقدمت ميليشي الحوثي في صنعاء على استبدال تسمية مدرسة صلاح الدين الأيوبية الحكومية في مديرية معين إلى اسم مدرسة الحوراء كنية بابنة الصحابية على ابن أبي طالب فيما قال آخرون إنها إشارة إلى زوجة ما يطلقون عليه صاحب الزمان وهي أسماء ربما أن المواضن اليمني يكتشف من خلالها المشروع الذي جاءت به الميليشيا مراقبون اعتبروا هذه الخطوة مواصلة لتغييب الرموز القومية وضمس الهوية العربية وتكريس الرموز السلالية وسبق أن غيرت اسم شارع الشيخ زايد بن سلطان بحي الروضى شمال صنعاء إلى شارع فلسطين كما استبدلت شارع الثائر الزبير باسم اسماعيل هانية في سياق المزايدة بالقضية الفلسطينية ومنذ صيدرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاحة في سبتمبر عام 2014 عمدت الميليشيا إلى تغيير المناهج الدراسية وتغيير أسماء المدارس والكليات واستبدالها بأسماء طائفية وقيادات حوثية بالإضافة إلى قامة الأنشطة والفعاليات الطائفية في المدارس والجامعات في مناطق صدوتها الجدير بالذكر أن حملة الميليشيا الحوثية لتغيير أسماء الشوارع والمدارس والمساجد فشلت وخير دليل جامع الصالح الذي مر على محاولة تغيير اسمه إلى جامع الشعب سنوات لكن اليمنيين لا يعرفونه سوى بجامع الصالح نسلم عليكم أن يقولهم هذا أمام جامع الصالح جامع الرجل العظيم جامع الرجل الذي قام وحقق لليمن الكثير الصباح الخير صباح الرضا على كل الأصدقاء والمتابعين من كتام جامع الصالح ماشاء الله يتضح ذلك كل يوم مع زيارات المواطنين للجامع وأخذهم صورا تذكارية ونشرها على مواقعهم ووسائل التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر